اللعب انا عايز اقول لكم بقى يعني قبل ما نشوف الفيديو اللي هاوره لكم وكلامي عن هذا الموقف الخاص بالنسبة للساسي ومفاجأة هتكون موجودة بعد الفيديو هتشوفوه وده احنا كنا تكلمين عليه او كنا بنوضحه من خلال البريمو في الفيديو ده ان لا يمكن لا يمكن ابدا ان لاعب يكون بيلعب في نادي كبير وجمهارية كبيرة وواضح جدا حجم النجومية اللي حصلت لهذا اللاعب من الدوري السعودي طبعا وكل احترام الدوري السعودي دوري قوي جدا وايضا الدوري التونسي ووجوده في ادنات زمالك والدوري المصري والفرق الكبير جدا في نجومية هذا اللاعب طيب انا عندي الفيديو الاول وبعا كنا اقول لكم المفاجأة بالنسبة له ساسي ويمكن احنا هنا في البريمو دايما بنقول وبنجيب الحقيقة وينجيب لكم كل حاجة ممكن تكون قبل اي حد او اي يعني عندنا يعني فكرة ان احنا بنسبقين في هذه جزئية احنا موجود عندنا هنروح اشوف الفيديو وهقول لكم المفاجأة الخاصة بالساسي في هذا الموضوع وتجديده من عدم تجديده لنادي الزمالك على مدار فترة طويلة مشكلة فرجاني الساسي والتفاوض وهيمضي مش هيمضي بنزود في العقد عشان فرجاني يمضي فيه اقتراحات جات من جماهير نادي الزمالك بان هم يعني يتبرعوا في وقت ملقات لكن في الاخر رغبة اللعب بتعايز تفضل هتختار ايه حب الجماهير وتواجدك وبتاخد مادة كويسة ولا المادة فقط لغير والامور بالنسبة لك هي بتتحسب كده اكيد لعب محترف اكيد بيدور على مصلحته لكن في حاجات كده يعني بتبقى بتفرق وبتخليك في حتة تاني ما فيش شك ان نادي الزمالك في ظل وجوده في نادي الزمالك اختلف تماما يعني الراجل كان في لعب في الدور السعودي في الدور التونسي الوضع في نادي الزمالك وجمهارية نادي الزمالك خلاه في حتة تاني فبالتالي الطلبات الخاصة به هو ما زال هو متمسك بالاثنين مليون واربعمائة الف يورو وده طبعا مبلغ بالنسبة لنادي الزمالك كبير مبلغ الاعتقد اللي هتحمله نادي الزمالك في توقيت حالي وهيعمل مشاكل لبقية اللعيبة للعيبة اخرى ممكن تجددها يبقى قريب للعيبة اخرى ممكن يبقى نادي الزمالك بتفاوض معها في الوقت ده فبالتالي نادي الزمالك هو قالك انا ما عنديش غير المليون وثمانمائة الف يورو ده المبلغ اللي بحدده نادي الزمالك لصفقة فرجاني ساسي بالاضافة طبعا لستمائة خمسة وتمانين الف يورو اللي هو مستحقاته المتبقية في الفترة اللي فاتت وبالتالي خلاص اللعب من وجهة نظره من وجهة نظره ان يعني قفل باب المفاوضات وان هو بلغ الادارة وبلغ وكيله ان هو خلاص هيمشي وخلى مهند عون اللي هو وكيله ان يدور له على عقد فيه الخليج يدور على العقد انا بشوف دايما ان اللعب بيبقى خلاص يعني فكرة ان انا ادور لأو انت مش هتدور انت فيه كلام او فيه يعني اكيد نادي ومتفق معاه هتنتقل ليه بالمبلغ اللي انت عايزه لكن هتدور دي لأ مفيش لاعب بيبقى بيقفل باب تفاوضات مع نادي إلا ما يكون فيه حاجة في ايده في الجبهة الاخرى او الجيل الاخرى طيب دي جزء من حلقة في شهر مارس يا جماعة يعني نتكلف من ثلاث شهور تقريبا ده كان كلامنا وكلامي وقلتلكو قبل ما نشوف الفيديو ان فيه مفاجأة بقى انا بالنسبالي فيه مفاجأة هنقولها او هقولها لحضراتكم بعد ما نشوف الفيديو كلامنا في الفيديو ده هو ما اختلفش كتير على انا قلته قبل ما نشوف الفيديو والجماهير والنادي والازمة اللي ممكن نعملها في حالة تجديد بمبلغ كبير لان في ساسي طالب 2 مليون وربعمية 2 مليون وربعمية هو الراجل يعني يعني الامور صعبة جدا ان انت تطلع تدفع المبلغ ده وبالتالي هتلاقي زميله هتبتدوا يبصوا طب واحنا وانا حاجات كتير جدا مفاجأة اللي عندي ان ساسي من يناير الماضي من يناير اللي هو يحق ليه التوقيع التوقيع بالنسبة ليه اي نادي احنا بنتكلم ان فيه رولز معينة في عقود اللاعبين ان اي لعب حق له التوقيع في يناير وبالتالي ما يقعش عليه اي مشكلة في حالة التوقيع في التوقيع ده فيه وقت كده ما بعد يناير او في الوقت ده اللاعب يمضي ما عندهش مشكلة قبل كده يبقى عنده مشكلة ساسي من يناير الماضي وهو موقع لنادي الضحيل القطري ونتذكر في الوقت ده كان النادي الاهلي او في الوقت ده كان ضحيل طبعا احد الاندين وكانت القطري المتواجدة فيه كان في كأس العالم الاندين ونتذكر ومدة العقد ثلاث سنوات بتلاتة مليون يورو ده العقد اللي تم ما بين ساسي ونادي الضحيل القطري من يناير الماضي ده النقطة اللي زي ما قلتلكم كان في الفيديو في شهر مارس مش دلوقتي ده كمان بتكلم ان لا يمكن لاعب لا يمكن لاعب يكون ما اتفقش او ماضى او حتى اتكلم مع نادي ويقفل باب نادي اخر هو بيلعب فيه اساسا والنادي ده شريه وجماهيره شريه وبتحاولت زي ما بنقول كده كان فيه يعني زي ما بقول فكرة ان جميع الناد زي ما لك تبتدي تتبرع عشان يدو اساسي الفلوس اللي طالبها فبالتالي هي كده انا مش هقدر اقول لنادي لا انا مش عايزة هتكلم في موضوع الفلوس وانا خلاص مش هجدد الا لما انا اكون خلاص ماضيت او اتفقت او اخدت فلوس وحطت الحاجة دي على جنبه وبتدي بقى ايه اضيع في الوقت الست شهور الفضلين اللي هي في عقدي مع النادي ده وده اعتقد اللي حصل مع فرجان ساسي طول الفترة دي الناس عمالها تتستغرب يا جماعة هو ساسي دي مش عايزة يمضي يعني حتى مش عايز يقعد يعني حتى مش عايز يقعد انا بتكلم على قبل سفره لتونس الفترة فاتت السفرية دي الراجل ما عادش معهم قال لهم خلاص هاعد وسافر على تونس وبمفاجأة بقى ان ساسي مش راجع يعني ساسي مش راجع يعني النهاردة كان فيه تصريحة كابتال قسامة نبيه ان ساسي هيرجع والامور هتبقى طبيعية وانا هيكمل الموسم لكن عايز اقول لكم ان عقد ساسي هنتيه في نهاية هذا الموسم اه في نهاية هذا الشهر انا عايزة فبالتالي ايه اللي رجع اللعب يقول لك انا ايه اللي رجعنا وانا عقد انتهى اصلا هذا الشهر